اشتركوا في القناة الملك حمد بن عيسى آن الخليفة عاهل البلاد المفدى يده الله ورعاه بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لميثاق العمل الوطني وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد نائب القائد العلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء وشعب مملكة البحرين العزيز بهذه المناسبة الوطنية الخالدة في التاريخ الوطني الحديث لمملكة البحرين وأعرب مجلس الوزراء عن الفخر والاعتزاز بالمنجزات التاريخية لجلالة الملك المفدأ سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وديمقراطيا والتي تحققت عبر مشروعه الوطني التحديثي والتطويري الذي يمثل التصويت على ميثاق العمل الوطني انطلاقته الأولى ولبنته الأساسية وبما أحدثه جلالته رعاه الله في البحرين من نقلة تاريخية أمنا واستقرارا ونماءا وتطورا في مسيرة التحديث التي شهدتها البحرين بدعم ومؤازرة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء منذ أن تم تدشين ميثاق العمل الوطني الذي أجمع عليه شعب مملكة البحرين بنسبة تصويت تاريخية بلغت 98.14% تأييدا للميثاق لتنطلق المسيرة المباركة في النهضة والتطور بعد ذلك أشاد مجلس الوزراء باللقاء الذي جمع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء في مقر إقامة سمو رئيس الوزراء في جمهورية ألمانيا الاتحادية للإطمئنان على صحة سموه بعد أن من الله على سموه بالشفاء مشيدا المجلس بما عكسته هذه الزيارة وجسدته من قيم أصيلة ومعاني سامية للمحبة والتقدير سائلا المجلس المولى عز وجل أن يحيط صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بحفظه وعنايته وأن يعود سموه إلى أرض الوطن سالما معافا بعدها أحاط صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء المجلس على لقاء سموه بقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان وبمضمون المباحثات التي أجراها سموه مع معالي السيد جوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي وكبار المسؤولين ورجال الأعمال حيث وصف مجلس الوزراء زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى الجمهورية الإيطالية بأنها مهمة في جوهرها وناجحة في مدلولها وموفقة في نتائجها سياسيا واقتصاديا وتجاريا مشيدا المجلس بنعكاسات هذه الزيارة المثمرة على العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين بعدها أشاد مجلس الوزراء بالنتائج المالية الإيجابية التي تم تحقيقها خلال عام 2019 مقارنة بعام 2018 والمتمثل في تقليص العجز المالي الأولي قبل احتساب فوائد الدين العام بنسبة 85% وتقليص العجز المالي الكلي بنسبة 24% بعد احتساب فوائد الدين العام وارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 63% وانخفاض إجمالية المصروفات العامة في 2019 بمبلغ 128 مليون دينار بحريني عن المصروفات العامة في 2018 وأظهرت النتائج المالية أيضا زيادة الصرف على الدعم النقدي المباشر المقدم للمواطنين بنسبة 7% ليصل بذلك مجموع ما تم تقديمه للمواطنين كدعم نقدي مباشر إلى 435 مليون دينار بحريني كما بينت المؤشرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 22% مدفوعا بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 12% مقارنة بعام 2018 وأظهرت النتائج بأن مملكة البحرين قد شهدت نموا إيجابيا في عام 2019 بالتوازي مع تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي ومبادرات تعزيز التنوع الاقتصادي لمملكة البحرين في إطار رؤيتها الاقتصادية 2030 من خلال النمو في القطاعات غير النفطية وقد نوها مجلس الوزراء بالنتائج التي تحققت وجاءت متوازية مع الحرص التام على تنفيذ كافة مبادرات برنامج التوازن المالي بحسب ما هو مخطط لها مع وضع المواطن في المقام الأول عند تنفيذ المبادرات والالتزام بأن لا تمس هذه الجهود مصالحه ولا مسكنه الأول مع مواصلة توفير الفرص النوعية أمامه والتي تمكنه من تحقيق تطلعاته وأهدافه بما يعود عليه بالخير والنماء وذلك بالتوازي مع النمو الإيجابي للاقتصاد الوطني الذي تواصل المملكة تحقيقه بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله وذلك على النحو التالي أولا وفق مجلس الوزراء على تعديل قانون تنظيم الطيران المدني حيث يجيز التعديل الترخيص لممارسة أنشطة خدمات الملاحة والأرصاد الجوية ويضيف تعريفات ومصطلحات فنية جديدة ويعدل النصوص المتعلقة بحوادث الطائرات وأمن الطيران والنقل الجوي الدولي والحجز التحفظي على الطائرات وغيرها وقرر المجلس إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2013 إلى السلطة التشرعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية ثانيا وفق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتحديد الضوابط والاشتراطات الخاصة بأماكن مزاولة نشاط خدمات تقديم الأطعمة بالمركبات المتنقلة في المناطق ذات التصنيف السكني ومنها ترك مسافة لا تقل عن 20 مترا من جميع الاتجاهات عن المباني المجاورة وترك مسافة 50 مترا عن أي تقاطع طرق أو دوار أو إشارة مرور ضوئية وتحديد فترة مزاولة النشاط بين السلسة صباحا إلى الثانية عشرة منتصف الليل وأن تخرج المركبات من المنطقة السكنية مع عدم ترك معدات أو أثاث فيها بعد الانتهاء من تقديم خدماتها وغيرها من الضوابط وذلك في ضوء التوصية المرفوعة من اللجنة الوزرية لشؤون القانونية والتشرعية التي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة ثالثا وفق مجلس الوزراء على ثلاث مذكرات تفاهم وبرنامج تنفيذي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للتعاون في مجالات العمل وتنمية الموارد البشرية والإعلام والكهرباء والماء وبين اللجنة الوطنية بشأن حضر واستخدام وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة بمملكة البحرين مع لجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير بدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي وزير الخارجية رابعا وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإصدار لائحة تنفيذية لقانون نظام المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2014 وتنظم اللائحة التنفيذية ترخيص وتسجيل شركات المستحضرات البيطرية ومصانعها وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشرعية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة خامسا وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام مزاولة المهن البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2014 وتنظم اللائحة مهنة الطب البيطري وتعريفها والأعمال المساندة للمهنة وشروط منح ترخيص المنشآت البيطرية الخاصة وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشرعية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة سادسا تابع مجلس الوزراء تنفيذ الأولويات والسياسات والمبادرات التي نفذتها شؤون الأشغال بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني كجهة رئيسة أو كجهة مساندة مع الجهات والوزارات الحكومية لتحقيق ما جاء في برنامج الحكومة 2019-2022 من أولويات وسياسات ومبادرات لتأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة حيث استعرض المجلس ضمن هذا السياق من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني استعرض ما تم تنفيذه من برامج ومشاريع لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والأولويات والمبادرات التي حددها برنامج الحكومة وما سينفذ مستقبلا سابعا تابع مجلس الوزراء من خلال التقرير المقدم من سعادة وزيرة الصحة ما تم تنفيذه بشأن تشديد الرقابة وحملات التفتيش على المحال والمطاعم وصالونات الحلاقة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء ذي الصلاة ثامنا وفق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة بشأن صرف المكافآت والمستحقات المتأخرة لللاعبين والمدربين الوطنيين في الأندية لتحققها بالفعل من خلال البرنامج الوطني الذي أطلقته وزارة شؤون الشباب والرياضة تاسعا وفق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة لدعوة المصابين بالسرطان والأمراض المزمنة كفقر الدم المنجلي إلى حضور مباريات كرة القدم المهمة المقامة على أرض مملكة البحرين وفي بند التقارير الوزرية فقد اطلع المجلس على تقرير من معالي وزير الخارجية بشأن نتائج اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزري الذي عقد في القاهرة مؤخرا وتقرير من سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بخصوص زيارة وزيرة الدولة للأمن الغذائي بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى مملكة البحرين وتقرير من سعادة وزيرة الصحة بشأن توفير وزارة الصحة للأجهزة والمستلزمات الخاصة بمرض الفيروس التاجي الكورونا المستجد وتقريرين من سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة الأول بخصوص الفعاليات الخاصة باليوم الرياضي الوطني لمملكة البحرين والآخر بشأن نتائج المشاركة في مؤتمر لمناقشة مستقبل صناعة الرياضة العالمية الذي عقد في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا المترجم للقناة